موسيقى 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 الأخبار إيجابية وبرنامج التعافي يسير حسب ما تم تصطيره هذه أول إصابة تبعدني عن الملاعب لفترة طويلة وإن شاء الله تكون آخر مرة التعافي من هذا النوع من الإصابات يتطلب الدقة في التسير والتعامل عليك أن تكون قويا على المستوى الذهني لأن العامل النفسي يؤثر بصورة كبيرة على مسار التعافي من الإصابة ولهذا السبب أنا هنا في أسبطر نسجل تقدما وتحسنا في كل يوم من برنامج التعافي هي معركة طويلة يجب خوضها وتجربة أعيشها وإن كانت صعبة لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا الأشياء الجميلة في الحياة عليك فقط أن تستمد الأشياء الإيجابية حتى في الظروف الصعبة اخترت أسبطر لعدة اعتبارات منها ما سمعت عن سمعته العالمية وهناك أيضا الشراكة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم فضلا عن شعور بالارتياح الكبير في قطر المركز يتوفر أيضا على أفضل المختصين في مختلف الإصابات كما يتميز المركز بتجهيزات والتكنولوجيا متطورة كل هذه العوام المجتمعة جعلتني أتواجد هنا وأنا راضي جدا بالعمل الذي نقوم به في أسبطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر